تهل فريق النادي الاهلي للدور بع نهاية لمسابقة كاس جلالة الملك المفدى لكرة القدم وذلك بعد فوزي على الحالة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استادي البحرين الوطني يوم أمس هدف الاهلي جاءت عن طريق ثنائية للمحترف البرازيلي دييغو وهدف لمواطنه كلايتون فيما اختتم هدف النادي الاهلي اللعب ضياء سلمان هذا وسجل هدف الحالة الوحيد المحترف البرتغالي توريس يعلن الاهلي بأنه منافس قوية للمنافسة على هذه البطولة كما بلغ فريق البحرين دورة ثمانية من مسابقة أغلى الكؤوس وذلك بعد فوزي على البستين بهدف دون مقابل في مباراة امتدت للأشواط الإضافية وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبية بين الفريقين